اشتركوا في القناة كل شيء يتبدل كل شيء يتحول ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى فلا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول سبحان الله العظيم هذه السنة الكونية تدعون إلى أن يتفكر الإنسان فيها وأن ينظر فيها وفيما ترمي إليه فالله سبحانه وتعالى يدعون في القرآن الكريم في آيات متعددة إلى هذا التفكر وإلى البحث عن الهدف من هذا التعاقب وهذا التبديل وهذا التغيير يقول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهر لآيات لأولي الألباب هؤلاء الأشخاص أصحاب العقول هم الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض هم الذين يتفكرون في هذا التغيير من الذي يرمي إليه ومن الذي يغير إن هذا التغيير وهذا التبديل يشير إلى شيء أساسي مهم جدا يجب على الإنسان أن يعتقده اعتقادا جازما وهو أن ملك الله سبحانه وتعالى لا يسير إلا بمراد الله عز وجل وأن هناك إله قادر على كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل في أواخر سورة الأحقاف أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموت بلى إنه على كل شيء قدير فهذا التغيير مواسم تأتي وتنصرف أزمان تأتي وتنتهي أشخاص يولدون فيعيشون ثم يموتون كل هذا تغيير وتبديل يشير إلى أن هناك إله قادر هو الذي يتصرف هو الذي يدبر هذا الأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين تبارك الله رب العالمين هذه المناسبات وهي تمر علينا وتأخذنا إلى أن هناك إله قادر على كل شيء وأنه هو المدبر وأنه هو المتصرف سبحانه وتعالى إن في هذا إشارة إلى أن يخرج الإنسان من الاعتماد على الأسباب اعتمادا كليا إلى أن يكون هناك توازن بين الاعتماد على الأسباب وفي نفس الوقت اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي للإنسان المؤمن المسلم أن يعتمد على الأسباب فقط وأن يكون انشغاله تاما منصرفا إلى السبب الاهتمام بالأسباب شيء مهم لكن هو جزء من الأمر والجزء الآخر هو التوكل على الله سبحانه وتعالى فلا يطغى التوكل على الأخذ بالأسباب ولا يطغى الأخذ بالأسباب على التوكل لا بد من التوازن فالمريض مثلا لا يذهب إلى الطبيب ويأخذ الدواء ويقول لماذا لم أشفى إن فلانا أخذ هذا الدواء وقد شفه وكذا وكذا إن هذا العلاج هو عبارة عن سبب ثم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى إن من لم يرزق بالإنجاب يذهب إلى الطبيب ثم يفوض الأمر إلى الله عز وجل فالأخذ بالأسباب أمر مهم لكنه جزء من المنظومة التي يجب على الإنسان المؤمن أن يتبعها وأن يلتزم بها لله ملق السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ثم ماذا؟ إنه عليم قدير سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وفي إرشاده للناس وفي سيرته ما يؤكد هذا الأمر هناك أخذ بالأسباب وهناك توكل على الله سبحانه وتعالى في رحلة الإسراء والمعراج حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر ما دار في هذه القصة لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس كذبه الكثيرون ثم يقول عليه الصلاة والسلام لما كذبتني قريش قمت في الحجر يعني دخل في حجر إسماعيل في الكعبة وصلى ودعى الله سبحانه وتعالى يقول عليه الصلاة والسلام فجل الله عز وجل لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آلائه عن علاماته كل هذا يشير إلى أن هناك أخذ بالأسباب وهو الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ثم هناك توكل على الله عز وجل فهو القادر إذن ونحن نتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى ونحن ننظر إلى هذه الأزمان وهذه المناسبات التي تمر علينا علينا أن ندرك تماما أن هناك إلها قادر على كل شيء هو الذي ندعوه وهو الذي نسأله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه سبحانه هو العليم الحكيم وهو على كل شيء قدير إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته